يعيش المنتخب الوطني لكرة القدم فترة حسسة منذ وديتا يغينيا والسينيغال مواجهتان وبالرغم من طابعهما الودي إلا أن الأحداث التي ميزتهما تحي أنه لا شيء على ما يرام داخل بيت الأفناك خاصة بعد الخرجة العالمية للتقن الفرنسي للخضر كريسيون غوركوف أنا سأذهب وإن سأذهب إلى مدينة وإن هذا ليس المشكل ولكن أقول أن الفوتبول في نالجيريا يحتاج إلى سرينة ففي قراءة بسيطة بين أسدور هذا التصريح يتضح جليا أن أيام أستاذ الرياضيات على رأس العارضة الفنية لمحاربي الصحراء أصبحت معدودة فعلا ما يتطلب إعادة هيكلة هذا الجهاز في أقرب وقت ممكن ولعل أحسن حل في إعادة هذه الهيكلة هو الاستنجاد بعناصر تعرف البيت جيدا وتملك الحنكة اللازمة لذلك ما جعل بعض الأطراف تطرح اسم المدافع الدولي السابق مجيد بقراء الذي يريد ولوج عالم التدريب المجيك الذي يتميز بكل مواصفات القائد المثالي والذي تحصل مؤخرا على إجازة كافسي التي تتيح له تقلد منصب مدرب مساعد لا يفكر في الالتحاق بطاقم تدريب الخضر في الوقت الراهن طالما أنه لا يزال قادرا على العطاء فوق الميدان وهو ما أكده للشروق نيوز وتبقى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تبحث عن شخص يعرف كيف يحتوي لزمات وكيف يتعامل أيضا مع الذهنيات المختلفة للناعبين من أجل إعادة لم الشمل